السلام عليكم ورحمة الله أمامنا منشور لأحد الناس يتكلم وينسب كلامه هذا إلى أهل السنة والجماعة ويقول الشيعي ليس أخي والصوفي ليس أخي والتكفيري والأشعري والحزبي والمعتزلي والإباضي والعقلاني والمبتدع والمتلون والمداهن كلهم قال عنهم ليس أخي كلهم أمو أطفل الله إلى آخر كلامه طبعا وأدخل من بينهم أخي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فواضح من كلام هذا الأخ أنه يخلط الحابلة بالنابل ولا يميز بين الكافر وبين المبتدع والضال والحقيقة أن هؤلاء الناس يستشهدون بقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فيزعمون بأن المؤمن هو أخونا في الإسلام ولكن غير المؤمن من فاسق أو ضال هو ليس أخا لنا في الإسلام وهذا الكلام ليس بصحيح وليس هو كلام أهل السنة وجماعة بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الصحيحين المسلم أخو المسلم فبالتالي كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدين بدين الإسلام هو أخونا في الإسلام المسلم أخو المسلم فقوله بأن من ضل عن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ليس أخا لنا في الإسلام هذا الكلام ليس بصحيح بل هو يخالف حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته